اا يعني بيبدأ بقى ايه ببدأ اللي انا اعبيه كده في العلب. هو دلوقتي هو طبعا هو لسه سخن معي دافي. اه حابدا بقى لانا اعمل العلب ديت بعد ما اعبيها. اعمل لها ايه حمام مياه كده على البارد. اه اه حفتح بقى العلب وبرلكم برضو ايه شكله? شايفين شكل الصبو. نعم. زي ما قلت لكم انا كنت سعيبها باللون الصبون الطبيعي. ما ضفتش اي لون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي معكم حناني وراكي. هنعمل صبون بالكوكاكولا جميل جدا. اه دي كده حبيبي اه اللي انا هستخدمها معكم النهاردة. وحنستخدم بقى العلب فاضية زي ديت. اه عشان احط فيها الصبو او اي حاجة عندك بقى تقدري اللي انت تحط فيها. اه نطبع ايه? هنستخدم دول كده معي متين جرام اه صبون مبشور. اه الصبون ده اتكنت انا عاملاه قبل كده هوت اه اه في القناة فدي كده بواقي صبون عندي. مستخدمة النهاردة ممكن تقدري تعبلي اي صبون ايه عندك. ممكن صبون جليسين صبون بلدي اه اي حاجة. اه وبرضو هنستخدم يعني عشر معالق كده اه من السكر او كباية سكر. كباية سكر ايه كبيرة. اه هنستخدم مية وخمسين جرام كحول. اه كحول انا عندي اللي هو السبرتو اللي هو الاحمر. لو انت عندك كحول ابيض. اه تقدر اللي تستخدمي. اه وعنستخدم بقى ايه? يعني اه ربع مية جرام كده من الكوكاكولا. هنبدأ اللي انا احطها كده. طبعا زي ما احنا شايفين انا بعاقر اه متين جرام في متين جرامة. والصابون المبشور اه الصابون المبشور ايه? اه زي ما قلت متين جرامة. اي صابون عندك بواقي صابون ولا حاجة? تقدر تستخدميها في الوصفة متاعتنا النارد. اه ببدأ بقى ايه? ببدأ اللي انا بعد ما حطيت الكوكاكولا بحط بقى ايه? بحط الحلة على النار عشان ايه يدوب معي? بحط السكر. وببدأ اللي انا بقلبهم كده هوت لحد الصابون ما يدوب معي ايه خالص? اه على فكرة يا في في الخطوة ديت اه لو انا لو انت عندك اه لو نعم لون بني. اه تقدر اللي انت تضيف عليه بس انا ما كانش عندي مش متوفر. اه فعشان كده خليته بلون الصابون الطبيعي اللي انا كنت مستخدمه. يعني كان عندي بقى بواقي صابون اه الصابون اللي هو اللمون بالنعناع وكان عندي صابون اللي هو صابون نابولسي شاهين. اه كنت باستخدمها كنت عابلها للصابون دهات قبل كده في القناة فبواقي صابون بقى كانت عندي فبشرتها وقلت عادي 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 تدوير تاني للصابون دهوت. واعمل بيه الوصفة معاكم النهاردة بس ازا ما قلتلك تقدر استخدمي اي صابون. هنا بعد الصابون ما داب كده معي على البتجاز اه رفعت الحلة وبعد كده بابدأ بقى ايه اللي انا احط مية وخمسين جرام من اللي ايه من الكحول. وانا هنا قد كان عندي اللي هو الكحول اللي الاحمر فاستخدمت بقى ايه في الوصفة معايا النهاردة. اه بقلب بقى كده وفي الخطوة ديت اه يعني لو عندك لون تقدر اللي انت تديه فيه. يعني انا اه يعني ما كانش عندي بقى لون اللي هو البنية عشان يطلع الصابون شكل الكوكاكولا كده هو. اه فسيبته يعني سيبته بلونه كده هو. بس انت لو حابة اللي انت تلونيه ممكن تلوني. يعني لو عندك لون بني يعني فممكن انت ايه تلوني. ده كده حباي بشكله هتلاقوه معايا اللي هو بيبقى عبارة ايه عن سائل كده. بس بيجمد بعد كده لما بسيبه اه يعني بيبدأ بقى ايه ببدأ لانا اعبيه كده في العلق. وهو دلوقتي هو طبعا هو لسه سخن معايا دافي. اه حابة لانا اعمل العلق ديت بعد ما اعبيها اعمل لها ايه حمام مية كده على البارد عشان تبرد معايا الصابون يبرد معايا ايه بسرعة. والمفروض بقى بعد ما بسيبه ده كده حبايب ايه شكله هوت. اه بعد ما بسيبه اه يبرد كده في اه ازا ما احنا شايفين اهوت جبت صنية حطيت فيها مية. وبدأت احطيت فيها علب الصابون وبسيبه بقى ايه لحد ما يبرد ايه خالص. يعني يبرد وتحس اللي هو بقى ايه? اه جمد معاكي. يه? ببدأ لانا اشيل العلب بقى دي من المية. وبحطها عالطبخة واسيبها بقى ايه? يعني بتسيبها لمدة اتناشر ساعة كده هوت لحد ما يجمد خالص. هو كده جمد معايا خلاص. اه حده بقى ايه دلوقتي? اللي انا طبعا اه اه هفتح بقى العلب وبردكوا برضو ايه شكله? شايفين شكل الصابون? زي ما قلت لكم انا كنت سايبها باااااا بنون الصابون الوون الصابون الطبيعي ما ضفتش بقى اي لون بقى. فاللون متاعه جميل جدا برضو لو حابين برضو لانتو تعملوا الوصفة دي بااي اي نوع صابون. آآ ممكن تعملوها باي نوع صابون عندكم. عايزين تدوفوا الوان. الالوان ديت على حسب بنتو عايزين. نعم. زي ما احنا شايفين بيطلع من العلبة بكل سهولة. آآ حبدأ بقى لانا اطلع الباقي باقة الصابو. نعم. ويبقى كده شفتوا بقى متين جرام من الصابون. عمقولولي خمس قطع. آآ حلوين جدا بصراحة. آآ حبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا يعني عايزة اللي انا اجربوا معاكم برضو. عشان ايه نشوف مع بعض اللي نشوف مع بعض كده التجربة ايه عاملية. آآ جبت شوية مية ودي كده ايه مقلية عندي. حتلاقوا اللي الجوانب بتاعتها. يعني آآ مطرح ما كنت بحمر فيها كده وقت حتلاقها اللي هي يعني فيها دون كده محروقة. آآ فحبدأ ايه دلوقتي? ايه. آآ حبدأ بقى دلوقتي اللي انا ايه? حبدأ اللي انا اراغي اللييفة. آآ ليفة موعين وفيها ايه سلكة. وحبدأ اللي انا اراغيها كده بالصابونة. وبعد كده ابدأ بقى ايه اللي انا ادعك المقلية. على فكرة بتبقى حلوة جدا الصابونة ديت يعني بتشلك اصعب الدهون من اي حاجة عندك يعني. لان احنا عارفين قوة الكوكاكولا في المنظفات بتبقى رهيبة جدا. نعم. زي ما احنا شايفيه نعم. طبعا ده كده تاني فيديو آآ اعمله معاكم آآ باستخدام الكوكاكولا. اول فيديو قابلته معاكو كان آآ ازاي اللي احنا نحول الكوكاكولا للصابون سايل. والفيديو دوت النهاردة ازاي نعمل صابون صلب آآ بالكوكاكولا آآ جميل جدا. نعم. اه زي ما احنا شايفين وشايفين الرغوة بتاعته جميل ازاي? يعني. آآ تحفى بصراحة. يعني بيديني يعني بيديني رغوة جميلة جدا بصراحة. يعني رغوة ونضافة مفيش بعد كده. اتمنى اللي انتو تجربوا الوصفة كده وان شاء الله كده آآ حتنال اعجابكو. ما? انا هنا بشرف بس ايه? كان مفروض اللي انا هشوفها على الحقود بس عشان آآ انا اللي بصور فآآ عشان كده عشان هفتها بقى في علبة كده آآ يعني عشان مش عارف طبعا اللي انا اصور وانا 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 بشرف ايه على الحقود. آآ زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي آآ يبقى ده كده شكل المقلية بعد ما نضافتها آآ ادتني نضافة جميلة جدا وزي آآ زي ما شوفنا جربت معكم الصابون آآ وشوفنا الرغوة متاحته. الصابون اللي انا كنت مستخدمها دلوقتي حطيتها في العلبة آآ عشان طبعا ما اترح مياه فما يعني مش سبهاش بقى ايه كده. وبقيت الصابون التاني اسيبه بقى ايه كده ممكن. زي ما هو كده على الطباخة. اسيب الصابون كده لحد ما ينشف ايه كده معي. آآ وبعد كده هوت آآ احتفظ بقى في ايه ايه? في ايه يعني اي مكان بقى عندي. يعني. يبقى انا كده عملت معكم صابون الكوكاكولا بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى للفيديو كنال اعجابكم ومنتظر اعرف رأيكم كده في التعليقات. لان رأيكم يهميني جدا جدا. نعم. آآ كان معكم حنان الوراكي. قناة متروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش كده حبايبي تدعموني باللايك.